مجلس التعليم العالي مجلس التعليم العالي لمتطلبات الاعتماد الاكاديمية المؤسسي حيث حصلت ثلاث مؤسسات تعليم عال على هذا الاعتماد وهي جامعة البحرين الطبية الكلية الملكية للجراحين إرلندا وجامعة العلوم التطبيقية وجامعة أماء الدولية المن بأنه سبق لجامعة البحرين وبولي تكنيكا البحرين والجامعة الملكية للبنات الحصول على الاعتماد الاكاديمي المؤسسي الذي يعود بالنفع على تلك المؤسسات من حيث نيل برامجها الأكاديمية الثقة تمهيدا لحصولها على الاعتماد الدولي موجها المجلس والتهنية للجامعات الملكية للبنات لإدراجها ضمن المؤسسات الجامعية الموصى بها في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عمان ناقش مجلس التعليم العالي اليوم العديد من المواضيع المهمة في بداية الاجتماع تقدم المجلس بخالص التهاني إلى جامعة الخليج العربي بمناسبة البد في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية هذا المشروع الذي يجسد عمق العلاقات الأخوية المتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسيعود بالخير بإذن الله على طالبات جامعة الخليج العربي ناقش المجلس أيضا استراتيجية التعليم العالي واستراتيجية البحث العلمي واطلع على ما تم تنفيذه لتحقيق أهداف المبالرات المنبثقة عن ذلك